التغطية مستمرة فيروس الكورونا الأبعاد التربوية الطبية الأكاديمية والدينية أيضا نستضيف معنا هنا الشيخ محمود نادر حاج يحيى رئيس لجنة الزكاة والإصلاح في مدينة الطيب نذكر الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات نزلوا تطبيق موقع بانيت القناة الفضائية من خلال جوجل بلاي وأب ستور لتتابعوا كل هذه التطورات والمعلومات أولا بأول الشيخ محمود نادر حاج يحيى السلام عليكم وسائل خير السلام ورحمة الله وبركاته نعم ولديكم أيضا في مدينة الطيب أنت رئيس لجنة الزكاة لديكم أيضا فعاليات تتعلق من جانب آخر بمساعدة العائلات المسطورة ما هي هذه الفعالية؟ أعوذ بالله السماع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا الحمد لله رب العالمين ولله الفضل إن شاء الله دائما أول شيء نحيط أكمل المحطة تبعاتكم جميعا على ما تقدموا من إرشادات وحديث الساعة دائما ومحطة فعلا يعني شكرا بدها إلى هذا وأخونا أبو فادي صاحبنا وصديقنا سامعكم ونتمنى أو شيء لشعبنا وأمتنا لأولاد بلدنا للإنسانية جميعا أنه ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم هذا الوباء وهذا البلاء بأك ربك إن شاء الله لأنه هذا يضم الإنسانية جميعا لا يخص مسلم ولا يصيحي ولا أي ديانة هذا وباء يصيب الجميع فيجب التعاون ويدي المساعدة والتكاتف من جميع الفئات وجميع الشعوب حتى يتغلبوا هذا الوباء بإذنه تعالى إما بجانب الموضوع تبعنا طبعا لجة الزكاة الحمد للربي العالميين هي مش حصيلة اليوم يعني من 40 سنة قائمة في البلد وتقدم الخدمات الجليلة لبلدنا لشريحة معينة من البلد وحتى خارج البلد في قضية المحتاجين وكثير هناك عائلات محتاجة وتقدم المساعدات وعندنا نشاطات كثيرة في مدار السنة التي تكون فيها لجة الزكاة أما بخصوص هذا الوضع الحالي نحن فيها طبعا فيه نشاطات نقدر نسرودها كلية هذا بيغضى فيه وقت ونبينها كم نقدم سعادات لجة الزكاة في هذا الوضع الحالي اللي تمر فيه بلدنا وجميع البلدان والإنسانية كلها طبعا بتوجب على الناس الشرفاء وهل الهمة والخير إنهم وقفوا وقفة رجل واحد وجميع تعاون نحن في لجة الزكاة منا ورفة طوارئ خاصة لتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة في هذا البلد وهي كثيرة جدا وراح طبعا يستاد بعد الأزمة الموجودة وتعطيل العمال عن الشغل فراح يزيد هناك انتو بتحسوا يعني بتصلكم علومات شيخنا بتصلكم علومات إنه الأوضاع الاقتصادية للعائلات يعني تزداد سوءا وعليه يجب دعم هذه العائلات إحنا عنا من 40 سنة إحنا عنا كل شيء مرتب بتعاون مع الشؤون الاجتماعية مع التأمين الوطني مع ضراء المدارس مع جميع المؤسسات إحنا ننتقي العائلات طبعا في عائلات محتاجة في درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة إحنا لحد الساعة بنعمل في الشريحة درجة أولى أما في وقت الحاضرة صارحين نتعامل درجة ثانية نعلي درجة عنا هناك لجزكاء مدارس سنة فوق الـ 40-400 عائلة يعني عمدارس سنة من يعطيها يعني مساعدات من أغذية من ملابس من مساعدات مالية من كل الأشياء اللي بيحتاج إلى هذا في عنا برضو صندوق طوارئ لجزكاء اللي عمدارس سنة يقدم طوارئ لناس بتصير عنده ظروف معينة أو طلعا عن الشغول أو إصابة عمل أو مريض وبيقدرش يعينه احنا نتوجه منهم في عنا برضو نشاطات هناك للكرطسي اللي بنكدم مساعدات في السنة الدراسية كل سنة في عائلات كثيرة اللي بنكدم لها الكتب ومنسترين لها الكتب واللي هي كرطسية وكل لوازم المدرسة في عنا عندي في العيد اللي هي مهم كبير في رمضان اللي بنكدم مساعدات مالية مع ألبسي مع أهدي مع كل المشاريع هذه في عنا برضو شتاء دافئ اللي نكدم برضو لمساعدات من صوبات وحرمات وأهل الخير في هذا البلد بيكدموا بيتبرعوا باشي ممتاز ومسا يعني شيخنا انتو بلشتوا يعني بلشتوا يعني بالتواصل مع عائلات اللي هي محتاجة طبعا عنا سجل وفي عنا هناك تواصل فيه وصلنا طبعا وحنا بعد الفحص من الفحص وحنا في تنسيك مع الشؤون تنسيك مع البلدية رح يكون جلسة بكرة لتواكم التطوعية في البلدية سبب ما جاني خبر رح ينقدم موجودين متواجدين نطرح الرؤية تبعتنا والمشروع تبعنا اللي نكون في الواجب كنا كأيد محدي في هذا البلد حتى نتغلب هذه الأزمة وهذا البلاء اللي وصاب الجميع وإحنا عنا نتبع عن سجل إحنا لحد اليوم في الثلاثة أيام سنوزعين فوق الخمسمائة طرد على العائلات اللي يكفي لكل واحد حوالي شهر طرود غذائية إنها ساعة أشترينا كمية من الأغذية مواد الغذائية من بوكلات والمعلمات أدي مهم هذا النموذج اللي موجود في الطيبة شيخنا ونحن نعلم أنه هناك العشرات الألاف الذين خرجوا من دائرة العمل يعني سواء تم إقالتهم من أماكن العمل أو طلعوا لإجازة بدون راتب وأنا استضفت هنا أيضا طالب جامعي اللي كانت تشتغل وطلعت لإجازة بدون راتب والوضع بتقول سعب فكم بالحري العائلات وفي عائلات على فكرة اللي الأب والإم طلعوا لإجازة بدون راتب مش بس الأب أو الأم وهنا الوضع بيكون جدا صعب أدي مهم هذا النموذج الذي أنت تطرحه هنا بيكون موجود أيضا في باقي البلدات العربية قضية التعاضد قضية التكاتف مع بعض قضية أنه نساعد بعض هاي مهم جدا مهم جدا جدا وهاي صلب الحياة تبعتنا وصلب الدين تبعنا إذا لم نوقف بجانب بعض بجانب مع هذه العائلات هنا بتكون هنا الظلم ظلم اجتماعي بمعنى الدرجة بمعنى الكلمة يعني ظلم اجتماعي بيكون بصير إش إنه إنسان ابن بلدي قريبي صاحبي صديقي أوكل أنوية وأمشى نوية وأفرح أنوية وفي الأطراح أنوية بيوم من الأزمة أنه تخلى عنه أغدأ أنا يبعيد عنه ولحالي أغدأ ويغدأ يعاني من مشكلة معينة لازم كنا نتعادد كنا إيد وحده وهذا اللي ديننا بأمورنا فيه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في التوادهم وتراحهم وتعادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه وعد يتداعى لوسائر الجسد بالصهر والعمة وربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقون هذا التعاون لازم يكون وهذا النموذج في بلدنا في كل المجتمعات تبعتنا لأنه هذا بشد من أذر الجميع وهنا بنتي بنى المحبة وبنتي تروح انتغيني والأنف بروح لم يشعر الإنسان الشيخ محمود نادر حاج يحيى رئيس لجنة الزكاة ولجنة الإصلاح في مدينة الطيبة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا فيك بس في كلام من وجهها احنا اليوم كاملين بحملة تبرعات بحملة مهم جدا اليوم نتواجه الاهل النخوي والشهام في هذا البلد اهل العطاء واللي بتكدموا انه ربنا يرفع عن البلاء ويرفع عننا هذا الوباء فقدموا بما تجد أنفسكم من خير حتى ننقف بجانب هذه العائلات اللي انتو مش مطلعين على أحوالهم احنا مطلعين على أحوالهم مليع ونعرف كديش المعنى اللي بعلوها فايخواننا شدوا الهمة وقدموا صداقاتكم للجنة في عنا منشير موجود ركم الحساب والأشخاص اللي بكونوا في جمعات هذا وبرك الله فيكم جميع البرك الله فيك والسلام عليكم وبرك الله خليك معنا هذا في إمكاني خليك شيخ نقاعد نعم تغطية خاصة متابعة الأحداث أحداث فيروس الكورونا الوسائل السبل للوقاية من هذا المرض لمكافعة هذا المرض ولضحر هذا المرض ونحاول أن نتطرق إلى العديد من الأمور الاجتماعية المجتمعية الشعبية الطبية الدينية التربوية الأكاديمية نزلوا تطبيق موقع القناة الفضائية هلا من خلال جوجل بلاي وأب ستور لتتابعوا كل هذه التطورات نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل اشتركوا في القناة